موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلق يا أبطال يا حلوين طلاب الصف الثالث يلا يا شطار يلا نأخذ اليوم الدرس الثاني التكيف شاني تكيف بدنا نشوف الحين مع بعض شاني تكيف ليش عطين صورة الفقمة الحلوة هاي بس قبل شو بدنا نأخذ بدنا نأخذ مراجعة سريعة شو المراجعة بدنا نأخذها تطلعوا معي في المراجعة السريعة اللي تكون النقاط شنجيبه على مايات كاملة يلا طلعنا هون يا حلوين قلنا الدرس الأول شو اسمه البيئات وقلنا البيئات شو يعني بيئة يا حلوين نقولنا البيئة هي المكان الذي نعيش فيه الكائنات الحية وتتفاعل معه شو البيئة مكان بتعيش فيه الكائنات الحية وبتتفاعل معه شو مكونات البيئة قلنا الى مكوناتين مكونات حية ومكونات غير حية شو يعني مكونات حية يعني عايشة زيك مثلا الانسان كائن حي يشي مش عايش زي شو زي الحجر الصخرة بهاي الطريقة اذا بس تنتجنا مكونات البيئة بتنقسم الى مكونات حية مكونات غير حية وحكينا عن انواع البيئات شو انواع البيئات يا حلوين في عندي القسم الاول هو قسم اليابسة قسم هيش اليابسة اللي هي الغابات الصحاري المراعي والحقول والبيئة القطبية هذول الاربع كديروا بالك وتحفظوهم زي سميك والقسم الثاني القسم البيئة المائية اللي مين بتعيش فيها بتعيش فيها لأسماك انا بيئة مش موجودة في فلسطين يا حلوين اللي هي بيئة القطبية وقلنا اقسام البيئة بتنقسم الى مكونات حية مكونات غير حية تقسم الى المكونات الحية يا حلوين آسف البيئات آسف بيئة اقسام البيئة آسف تقسم الى يا حلوين الى اليابسة وإلى ماء اليابسة بتنقسم الاربع بيئات اللي هي الصحاري اللي هي المراعي والحقول البيئة القطبية وايش والغابات كله حكينا وهذا أخينا كلياته قلنا خصائص المراعي والحقول شو خصائصها معتدلة الحرارة شو الحيوانات اللي بتعيش فيها معتدلة الحرارة والأمطار آسف كمان الحيوانات اللي بتعيش فيها مين المراعي والحقول زي الخرفين زي الأبقار كمان شو عنا هانكين عن البيئة القطبية شو خصائصها يا حلوين شديدة البرودة مين الدب القطبي هنو بيش فيها الدب القطبي وهنو كمان البطريق اللي بعدها يا حلوين الصحاري حكينا هنا الصحاري لا مطر ولا زر أخضر مين بيش فيها الجمل حكينا عن الغابات شو خصائصها كثيفة الأشجار أسماء الحيوانات بتعيش فيها بتعيش فيها الغابات كل شيء تقريبا شو فيها القروض بعيش فيها شو بنا نحكي أنواع حيوانات اللي بعيش في الغابة بعيش فيها قروض بعيش فيها يا حلوين العفاعي بعيش فيها الدبابة بعيش فيها شغلات كثير هذو لهم الأربع أنواع والبيئة المائية حلوين شو بيش في البيئة المائية الأسماك دايماً ثلاث أربع الأرض يعني معظم الأرض إيش مع وقلنا شو عنده نشاطات ممكن نعملها تكون سليمة وقلنا نزرع النباتات ننظف الأوساخ نطفي النار هاي كل آلة النشاطات هذو ملخص الدرس الأول حكينا على الدرس الثاني عن شو عن التكيف يلا نحكي اليوم عن شو عن التكيف نطلع على الفقمة انظر إلى الصورة الآتية واتسال ثم أجيب أين يعيش حيوان الفقمة؟ وين بعيش الفقمة؟ طلع شايفة ثلج حوالي بعيش في القطب المتجمد الشمالي كيف يحافظ هذا الحيوان على درجة حرارة جسمه؟ كيف يحافظ هذا الحيوان على درجة حرارة جسمه؟ ربنه خلق له شغلات يحافظ على حرارة جسمه شو هم الشغلات؟ يا حلوين جلده بيكون شماله؟ توقع من ضوات الدم البارد؟ أو لا؟ الفقمة بيكون طبقة دهنية تحت جلدة تحميه من البارد؟ لا مش ضوات دم بارد طيب وجود طبقة دهنية بتحمي جلدة من البارد هاي هي بحافظ الحيوان على درجة حرارة جسمه نشاط اثنين بدي أستكشف هل تساعد الطبقة الدهنية تحت جلد الحيوان على العيش في البيئة الباردة؟ جرب جيب مادة دهنية دهن منديل وساعة وماء مثلج بدي أستعمل منديل ورقي مشان أغطي أحد أصابعي بالمادة الدهنية العازلة يعني أغطي إصبعك بالمادة الدهنية وخليه دون ما تغطي بعدي أحط على كل إصبع ماء مثلج وجرب تحط إصبعك المغطى بالدهن العازل في الماء المثلج وبطلب من زميل اكتساب الوقت الذي يبدأ عنده شور بالبرودة وإذ ذلك مع الإصبع الثاني غير المغطى بالمادة الدهنية وسجل النتائج أكيد ستلاحظ أن المغطى بالمادة الدهنية سيأخذ لقطة أكثر أي إصبع يمكن أن نلقي في الماء المثلج بمدة أطول أكيد يا حلوين اللي بيكون مغطى بالمادة الدهنية إذن توجد تحت جلد الحيوانات القطبية مثل الفقمة طبقة دهنية تحافظ على درجة حرارتها وتساعدها على العيش وين في المناطق الباردة طيب نشوف ما بعدها نشاط اثنين تباع دوار الشمس منقول لها دوار الشمس ومنقول لها تباع دوار الشمس بدكوية أتأمل وزميل الصور الآتية وأجيب ما اسم النبات في الصور الأعلى؟ اسمه هذا عباد الشمس دوار الشمس لماذا سمي بهذا الاسم؟ طلع شكله زي مين؟ زي الشمس؟ أستعين بمخطط؟ الاتجاهات الأربع في الإجابة عن الأسئلة الآتية هذا الشمال لفوق الشرق لليمين الغرب لهون والجنوب لتحد أي الصور النبات أعلى تمثل الوقت صباحا؟ لماذا؟ أنو يا حلوين هنا بيكون الاشي صباحا طبعا هنا واحد طب ليش؟ لأن عباد الشمس دوار الشمس بلف زي مين؟ زي الشمس هاي هون بيكون هيك بعدية اثنين في منتصف اليوم بيكون لفوق وثلاثة بتكون مع الغروب هاي ها هون اكتب رقم الصورة التي تدول على كل من الأوقات الآتية الظهيرة اثنين وبعد العصير ثلاث بلف زي مين؟ زي الشمس بحكيوه عشان هيك يقالوا له دوار مين الشمس واضح ليش سمي بهذا الاسم؟ لأنه بدور وبيش مع الشمس ويتبع اتجاهها بلف مع مين؟ مع الشمس بلف مع اتجاهها كان هاي الورقة تحطها اس في الوردة بتلف مع مين؟ مع الشمس عشان هيك الصورة الأولى الشمس من صباحا تشرق من الشرق وقت الظهيرة الصورة الثانية هيها لفوق زي الشمس كون للأعلى وبعد العصير الصورة الثالثة بتكون لليسار نطلع على نشاط أربع أبحث عن الشمس توقع ماذا يحدث للنبات إذا غطيها بصندوق بفتحة جانبية هاي هنا نبتة وغطوها بصندوق نغطي النبات بالصندوق ونلاحظ ماذا يحدث للنبتة بعد فترة من الوقت بتفسر ملاحظاتنا شو صار للنبتة يا حلوين؟ ينمو النبات متجهة ناحية الفتحة لمرور الضوء منها لأن الضوء من شروط النبات اللي هو الاسم ايه؟ الالتحاية الضوء بغض النظر يعني شو مكان اسمه الانتماء الضوء يبقى انتماء ضوء الانتماء الضوء يعني النبتة وين بتروح؟ بتروح كل على شكل ايه الضوء كلها راح تنمو بايه؟ بطرف الضوء نطلع النشاط خمسة عرق يتصبب اقرأ النص الآتي فوجيب خرج جمال وهيالي شراء خبز من المخبز المجاور صلاحظ قطرات من الماء تظهر على وجه الخباز ماذا نطلق على القطرات الموجودة على وجه الخباز؟ انا شو من قله؟ عرق ما مصدر هذه القطرات؟ الجلد ما فائدة هذه القطرات لجسم الإنسان؟ شو فائدة العرق لجسم الإنسان يا حلوين؟ فائدة العرق تحافظ على حرارة جسمه ثابتة في الظروف المختلفة هل لاحظت وجود مثل هذه القطرات على وجهك؟ نعم متى؟ عندما أجري وألعب كثيرا يعني يوم ما بإيه؟ بأجري أو بكون تحت الشمس إذن هذا كثير مهم شو التعرق؟ صفة في جسم الإنسان شو بتعمل؟ تحافظ على درجة حرارة جسمه ثابتة في الظروف المختلفة شو التعرق؟ صفة في جسم الإنسان تحافظ على درجة حرارة جسمه ثابتة في الظروف المختلفة ماذا يحدث للإنسان إذا لم توجد في جسمه الصفات التي تساعده على التعرق؟ طبعا ما فيش عرق شو بيصير؟ بصير يا حلوين جسمه لا يحافظ على درجة حراراته ثابتة وقد يتعرض لشو لضربة شمس ويموت يعني شو بيصير له بيموت أكيد هذا كثير مهم شايف لي هذا التعريف من أنه كتبه هذا زي اسمك بتحفظه شو التكيف يا حلوين اللي هي قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته لوجود صفات خاصة في جسمه شو التكيف قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته لوجود صفات خاصة في جسمه كمان مرة شو التكيف قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته لوجود صفات خاصة في جسمه يعني بقدر يعيش مشان شو مشان الصفات الخاصة في جسمه بيعيش بسبب الصفات الخاصة في جسمه هذا ما نقول له ايه التكيف إذن نراجح وحكينا ايش مهم في الدرسات ايش ما كتبته يعني اكتبوها ايه منهم يضا نطلع شو اللي شي المهم في درسنا اليوم حكينا ان التكيف قلنا الفقمة الفقمة شو نوع التكيف اللي عندها يعني شكر لهذا موقع ميار 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 كل الشكر ايه وينش ايه حيوان الفقمة يعيش في البيئة القطبية كيف يحافظ هذا على درجة الحرارة قلنا بالطبقة الدهنية وقلنا يا حلوين ان الجلد الحيوانات القطبية زي الفقمة طبقة دهنية شو بتعمل بتحافظ درجة حرارتها عشان هيك بتقدر تعيش في المناطق الباردة وقلنا دوار الشمس اللي هو البلف مامين مع الشمس هذا بظل الاف مع الشمس يعني هاي وين بتكون هاي اول ما تطلع الشمس بتكون فترة الصبح هاي بتكون فترة الظاهرة وهي بتكون فترة العصريات يوم الشمس شمالها بدها تغرب وقلنا يا حلوين النبات دائما متجه من ناحية لمرور الضوء دائما بروح وين النبات على الضوء ليش لانا الضوء من شروط الانبات دازم عشان الضوء يكبر لازم النباتة تكبر لازم الضوء يكون موجود وقلنا العرق شو لعا القطرات بتنزل من البني نقولها العرق شو مصدر هاي القطرات الفضلات السائلة من الجسم شو فايدة هاي القطرات يا حلوين بتحافظ على درجة حرارة الجسم في الظروف المختلفة بتخلي درجة حرارة جسمك اللحظ وجود هاي القطرات اكيد لاحظنا اذا شو التعرق صفة في جسم الإنسان تحافظ على درجة حرارة جسم ثابتة في الظروف المختلفة شو بيصير للإنسان إذا ما وجد في جسمه صفات تساعده على التعرق بيموت بيصيبه ضربة شمس وبيموت إذن شو التكيف قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته لوجود صفات خاصة في جسمه هذا شو منكون حافظينه ويك يا حلوين منكم خلصنا إن شاء الله مرة فاتت من أغضي التكيف عند النبات ونشوفكم إن شاء الله في الدرس قادم إلى اللقاء